موسيقى رئيس الوزراء يؤكد العمل على مضاعفة استثمارات القطاع الخاص الفترة المقبلة ويشهد توقيع الاتفاقية مع النرويد لإقامة محطة طاقة رياح في سهاج قوات الاحتلال الاسرائيلي تنسحب بالمخيم جنان وتعلن انتهاء عملياتها بالمخيم والاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة حماية المدنيين في جميع الظروف اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف بالتخطيط لعمل استفزازي وشيك في محطة زابوريجيا النووية الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشرة بتوقيت جرينيج مشارة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات وخلال الاجتماع قال رئيس الوزراء أن المجلس سيعمل على مناقشة الإجراءات والتعديلات التشريعية اللازمة لتفعيل قرارات المجلس الأعلى للإستثمار انطلاقا من حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي والقضاء على العقبات البيروقراطية وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص وفي السياق ذاته أكد مدبولي أن الحكومة ستبني على ما تم اتخاذه خلال الفترة الأخيرة من قرارات وإجراءات من أجل مضاعفة استثمارات القطاع الخاص وتفعيل الحوافز والتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات وفقا لتوجيهة الرئيس السيسي في هذا الصدد هذا وقد شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع اتفاقية لتخصيص قطعة أرض لشركة سكاتيك النرويجية لإقامة محطة طاقة رياح غرب سهاج باستثمارات خمسة مليارات دولار وفقا لهذه الاتفاقية ستنتج محطة طاقة الرياح المقرر إنشاؤها في غرب سهاج خمسة جيجا وات من الكهرباء سنويا ويسهم هذا المشروع في تحقيق هدف مصر بأن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة في البلاد بحلول عام 2030 وسوف يوفر المشروع أيضا نحو 8000 فرصة عمل خلال فترة الأعمال الإنشائية فيما يوفر نحو 300 فرصة عمل بشكل دائم شاهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقدي شراكة جديدين لإدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة وبموجب عقدي الشراكة تقوم مجموعة هيلتون بإدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة الأول بمنطقة أبراج مثلس ماسبيرو والثانية بمنطقة سور مجر العيون وأشهد مدبولي بخطوة توقيع عقدي الشراكة لإدارة وتشغيل هذين الفندقين بمنطقتين كانت في الماضي عشوائيتين ومسجلتين ضمن المناطق غير الآمنة وأكاد رئيس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح سيسي كان له رؤية وإرادة سياسية ومتابعة مستمرة لملف تطوير المناطق العشوائية التي تحولت بفضل هذه الجهود لمناطق حضارية متميزة مشيرا إلى أن التجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة أو غير المخططة أصبحت مثار فخر للمصريين للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي دكتور وليد بعد تحية بداية الاجتماع الأسبوع لمجلس الوزراء هيمن عليه القضايا الاقتصادية والعمل كذلك على مضاعفة الاستثمارات الخاصة بالقطاع الخاص قراءتك لذلك الأمر أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بكل استخدام المشاهدين وبالتأكيد نشاط كبير ومنحوظ لمجلس الوزراء خلال الفترة الأخيرة يتركز على تشجيع الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص كان من المهم بحث ومناقشة أليات تنفيذ قرارات المجلسة على الاستثمار كما أن الملفين المهمين الذي تم بحثهم والتوقيع على التفاقيات بشأنهم في هذا الاجتماع كانوا محورين مهمين جدا المحور الأول هو محور الطاقة المتجددة وكيف أن مصر بالفعل بتنجح خلال هذه المرحلة النجاح كبير في جذب استثمارات الطاقة المتجددة هذه الاستثمارات التي تتنفس عليها الكثير من دول العالم من أجل جذبها مصر بالتعاقد مع الشركة النرويجية هي نجحت بالفعل في جذب استثمارات بقيمة 5 مليار دولار في محطة لطاقة الرياح مما يؤكد على قدرة مصر على جذب الاستثمارات يؤكد على قدرة مصر على تحقيق مستهدفتها من زيادة حصة الكهرباء المؤلدة عن الطاقة المتجددة وفقا للاستراتيجية المقررة في هذا الشأن وفي الملف الآخر وهو ملف لا يقل أهمية ملف القطاع السياحي أنا أريد أن أربط ملف القطاع السياحي بملف العاصمة الإدارية الجديدة فمن انتقال الوزرات إلى العاصمة الإدارية الجديدة ستعود القاهرة إلى رونقها وبرقها السياحي مما يرفع حاجتها إلى رفع عزد الغرف الفندقية التي تحتاجها مع توقع زيادة كبيرة في السائحين خلال الفترة القادمة مع وجود منتجات سياحية جديدة كالمتحف المصري الكبير الذي ننتظر افتتاحه قريبا دكتور وليد إذا ما عدنا مرة أخرى إلى الحديث عن مضاعفة الاستثمارات الخاصة بالقطاع الخاص زي ما حضرتك ذكرت رئيس الوزراء شهد بالفعل مراسم التوقيع على الاتفاقية مع النرويج لإقامة محط تسكاتيك الخاصة بطاقة الرياح في غرب سهاج باستثمارات وصلت إلى خمسة مليارات دولار أبرز الفوائد المتوقعة من هذه الخطوة المهمة طبعا نحن مصر نعلم بأن مصر تخطط لكي تكون مركز إقليمي للطاقة في هذا الأمر بتركز على الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة لدينا توليد طاقة من الغياز لدينا محطة بنبان الكبرى للطاقة الشمسية لدينا أيضا محطة توليد رياح على ساحل البحر الأحمر نحن الآن مرحلة جديدة من مراحل التوسع في توليد الطاقة من الرياح كخطوة مهمة وخطوة كبيرة في سبيل الوصول إلى مستهدف مصر بالوصول إلى أن تكون الطاقة المتجددة أو الطاقة الكهربائية المولدة عن الطاقة المتجددة في مصر تصل إلى نحو 42% بحلول عام 2030 هذا الأمر وهذا العقد أتصور أنه وفقا لهذا العقد ووفقا للقطوات التي تقوم بها الدولة المصرية يمكن تحقيق المستهدفات في هذا الملف قبل عام 2030 نعم رئيس الوزراء أيضا دكتور وليد شهد مراسم التوقيع على عقدي شراكة جديدين لإدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة في منطقتين هما كان في الأساس مناطق عشوائية مثل منطقة صور مجرى العيون بالإضافة أيضا إلى منطقة أبراج مثلث ما سبيرو قراءتك لذلك الأمر هو طبعا منطقة صور مجرى العيون وتطوير بحيرة عين السيرة ومتحف الحضرات هذه المنطقة التي تحولت إلى منطقة سياحية ولا أروع يعني لما نربط وجود الفندق بوجود هذه المناطق السياحية المتطورة ونربطها أيضا مع الطريق الدائري لما موقع هذا الفندق اللي بيكون مهم جدا للسياحين لأنه بيتم ربطه مع مطار القاهرة عن طريق الطريق الدائري قريب من المتحف الحضرات والمنطقة المتورة في بحيرة عين السيرة يستكمل المسار على الطريق الدائري للوصول إلى المتحف المصري الكبير وإلى الأهرام وإلى الكثير من المناطق السياحية كل هذا الأمر بمثابة إعادة رسم لخارطة القاهرة السياحية مسبيرو ومنطقة وسط البلد اللي كانت منطقة مزدحمة جدا مع المحاور المرورية الجديدة أصبحت منطقة في منطقة الأهمية الفندق اليوم والتوقيع مع شركة عالمية لإدارة فندق لازالت تحت الإنشاء في محطة طابلاج مسبيرو لازالت تحت الإنشاء إلا أنها استطاعت الدولة واستطاعت هذه المنطقة الجاذبة إلى أن تحص ثقة شركة كبرى مثل هذه الشركة لإفتتاح وإدارة فندق في هذه المنطقة بالتالي فإن عملية تطوير السياحة وزيادة الغرف السياحية التي تحتاجها مصر بشدة لتلبية الطلب السياحي الكبير المتوقع خلال الفترة القادمة يتكامل مع مشروعات المحاور المرورية التي أصبحت تسهل للسائح الانتقال بين المناطق السياحية في القاهرة مع تفريغ القاهرة من الزحام المرتبط بالوزرات مع انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة يدفعنا إلى أن ننتظر القاهرة كعاصمة سياحية لها بريد كبير تستعيد فيه قدرتها على جذب أعداد كبيرة من السياحين خلال الفترة القادمة العقد إن كان يمثل نقطة مهمة في إضافة عدد من الغرف السياحية إلى مدينة القاهرة إلا أنه يعبر عن محور من محاور متعددة نحو إعادة القاهرة لمكانتها السياحية خلال الفترة القادمة أشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا على هذه المشاركة عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعها الأول بعد صدور القرارات الجمهورية التي تم بمجبها استكمال تشكيل مجلس إدارتها وجهازها التنفيذي وتقرر خلال الاجتماع تكليف الجهاز التنفيذي للهيئة بمراجعة كافة القرارات الإدارية والتنظيمية السابق صدرها خلال الفترات الماضية وتفعيلها وإعداد تقرير مفصل عنها والاستمرار في إجراءات تنقيح قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتداول مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الاجتماع الجوانب الخاصة بتوعية الناخبين بأهمية الحرص على المشاركة الفاعلة في الاستقاقات الانتخابية المقبلة باعتبار أن الاقتراع يمثل واحدا من أهم الحقوق الدستورية للمواطن وكذا طلب المعلومات والبيانات والأحصاءات اللازمة في شأن جوانب العمل اللوجستية الضرورية وصلت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهود تقديم الخدمات المختلفة للوافدين القادمين من السودان جراء تدعيات الأزمة الحالية عبر المعابر البرية في أرقين وقسطل ومستشفى أبو سنبل الدولية إلى جانب الموقف الدولي بكركر هذا وقد تواصل توافد المصريين والسودانيين ورعاية الدول عبر معبرية أرقين وقسطل الحدوديين وللمزيد من المتابعة معنا من أمام أميناء أبو سنبل مرسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين باسم أطلعنا على الجديد في الصورة لديك بالفعل هنا في مدينة أبو سنبل بالقرب من معبر قسطل الحدودي وبالقرب من الميناء حيث العبارة التي تقل الوافدين من المعبر إلى مدينة أبو سنبل وبذلك يكونوا قد دخلوا بالفعل إلى الأراضي المصرية وفي لهيب شمس في درجة حرارة فوق الـ 45 درجة مئوية تعمل كافة الجهات المعنية في الدولة المصرية هنا على قدم وصاقة لتسهيل مهمة وعبور القادمين من دولة السودان الشقيق سواء من الجنسية السودانية أو من جنسيات أخرى عابرة من دولة السودان وتستغل الأراضي المصرية للوصول بعد ذلك إلى بلدانها مصر منذ أول يوم للاندلاع الأزمة السودانية وهي تقف في ظهر الشعب السودانية الشقيقة وتقدم لهم كل أسباب العون وتسهيل سبل الاستضافة لأن الرحلة من السودان وصولا إلى جمهورية مصر العربية هي رحلة الشديدة الوعورة نظرا لبعد المسافة عن العاصمة السودانية الخرطوم وحتى الوصول إلى وادي حلفة والتي تصل إلى مسافة ثمانمائة وخمسين كيلو متر مسافة يقطاعها الهارب من ويلات الحرب هناك بين تضريص صعبة وظروف جوية صعبة وظروف أمنية شديدة الخطورة وبمجرد الوصول إلى ودي حلفة وبعد ذلك ينتقلون إلى قرب المعبر من الناحية السودانية وبعد ذلك يقومون بالعبور إلى الجانب المصري مصر قدمت دعما لوجستيا ودعما صحيا للوافدين طبعا هناك الحجر الصحي في المعبر والذي لا يمكن لأحد العبور من الحدود والدخول إلى مصر إلا بعد مروره على الحجر الصحي وموافقة الحجر الصحي لعبوره بعد التأكد من خلوه من أية أمراض أو أية أوبئة إلى آخره حفاظا على الأمن الصحي المصري طبعا أيضا تقديم الخدمات اللوجستية عبر وزارة الخارجية المصرية حيث دفعت بالعديد من موظفيها لإتمام عملية الدخول واستحداث كما أشارد في وقت سابق التأشيرة الإلكترونية هذه التأشيرة التي تقضي على أي محاولة للتلاعب بالتأشيرات واستغلال حالة الدخول الجماعي للمواطنين السودانين أو غيرهم أيضا تم إجلاء الجالية المصرية بالكامل من السودان الشقيق ووصولهم بسلام الله إلى أرض الوطن هذه هي الصورة المتاحة حاليا للوضع المعبر يعمل على مدار الساعة لاستقبال النزحين والدولة المصرية تقف في ظهر أي من يريد الوصول إليها من الوافدين سواء من الأشقاء السودانيين أو من جنسيات أخرى كما ذكرت نعم أشكرك شكرا جزيلا باسم أبو العنان من أمام ميناء أبو سمبل شكرا جزيلا لك تواصل الشركة الوطنية للطيران تسير جسرها الجوي من الأراضي المقدسة لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن أعلنت الشركة أنها ستسير اليوم ثماني عشرة رحلة جوية موضحة أن الرحلات ستكون بواقع إحدى عشرة رحلة من مدينة جدة وسبع رحلات من المدينة المنورة انطلقت بالقاهرة أعمال الاجتماع الدوري التاسع لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان نقش الاجتماع عددا من الموضوعات الملحة وجاء في مقدمتها مناقشة خطة عمل المرصد لتبني العقد العربي لحقوق الإنسان 2023-2033 أزب الإضافة إلى التحضير للمؤتمر السنوي الأول لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي بالتعاون مع مجلس النواب المصري واعتماد محاور التقرير السنوي الأول لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي يواصل المرصد متابعة جرائم وانتهاكات المحتل الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني لعزل وآخرها الجريم النكراء المستمرة في مدينة جنين والتي تكشف الوجه القبيح لانتهاكات حقوق الإنسان في الممارسة الإجرامية التي تقوم بها سلطة الاحتلال ومخططاتها الاستيطانية محاولاتها تهويد مدينة القدس المحتلة وجرائمها متكررة ضد المدنيين ما هي إلا تجسيد حقيقي لخرق كافة القوانين والأعراف وتعلقها بحقوق الإنسان ونطالب المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه المشروعة وعلى رأسها الحياة الحرة الكريمة في دولته الفلسطينية المستغلة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لغرارات الشرعية الدولية معاهدة السلام العربية أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي رسميا انتهاء عمليتها في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية يأتي الإعلان بعد يومين من عملية عسكرية هي الأكبر منذ سنوات في الضفة الغربية أصفرت عن استشهاد 12 فلسطيني وإصابة العشرات فضلا عن إكبار الآلاف من ساكني المخيم على مغادرته كما أعلنت قوات الاحتلال مقتل أحد جنودها خلال العملية وقبيل إعلان انتهاء عملية جنين شن طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية على أهداف في قطاع غزة دون وقوع أي إصابات أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء تصعيد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأكد بيان للاتحاد الأوروبي أن العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في جنين تضمنت أكبر غارات جوية على المدينة منذ عقود وأدان البيان وهجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين مؤكدا أن هذه الأحداث إنما تذكر بها شاشة الوضع على الأرض في ظل غياب احتمالات الحل السياسي وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين في جميع الظروف داعيا إلى ضرورة تعزيز السلطة الفلسطينية حتى تتمكن من إعادة السيطرة الأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما حفى إسرائيل على ضرورة احترام التزاماتها بموجب هذه الاتفاقيات الدولية تجري القوات الروسية والسورية تدريبات جوية مشتركة في الأراضي السورية تستمر ستة أيام تتضمن هذه التدريبات العسكرية العمل على الإجراءات المشتركة لسلاح الجو وقوات ووسائل الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية في صد الهجمات الجوية وحول آخر تطورات الأزمة الأوكرانية قال رئيس الأوكراني فلاديمار زيلانسكي لنظيره الفرنسي إيمانيويل ماكران إن روسيا تخطط لاستفزازات خطيرة على حد وصفه في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها موسكو وأضاف زيلانسكي إنه نبه ماكران خلال محادثة هاتفية إلى أن القوات الروسية تعد لاستفزازات خطيرة في محطة زابوريجيا مشيرا إلى أنه اتفق على إبقاء الوضع تحت السيطرة القصوى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من جانبها حذرت الرئاسة الروسية الكراملين من عمل تخريبي أوكراني محتمل في محطة زابوريجيا للطاقة النووية قال المتحدث باسم الكراملين دمتري بيسكوف إن الوضع متوتر للغاية مشيرا إلى أن خطر قيام سلطات كياف بعمل تخريبي مرتفع للغاية وقد حذر من تدعيات كارثية جراء ما قال إنه عمل وشيك مشددا على أن موسكو بصدد اتخاذ إجراءات للتصدي للتهديد المحتمل أعلن الجيش الأوكراني تدمير تشكيل عسكري روسي في ماكيفكا التي تسيطر عليها موسكو في منطقة دوناتسك على خط المواجهة الأمامية وأوضح بياننا للقوات المسلحة الأوكرانية إنه نتيجة للقوة النارية الفاعلة لوحدات قوات الدفاع تم القضاء على تشكيل آخر من القوات الروسية بمنطقة ماكيفكا من جانبه صراحة مصدر روسي أن القوات الأوكرانية شنت هجمات شرثة على مناطق سكنية ومجمع للمستشفيات في ماكيفكا أصفر عن مقتل شخص وإصابة 41 آخرين أعلن الجيش الروسي التصدي لهجوم أوكراني قرب سوليدار بمنطقة دوناتسك قال قائد وحدة المدفعية بالجيش الروسي إنه تم تدمير مدرعتين وتم القضاء على الجزء الأكبر من قوات كييف التي حاولت تنفيذ هذا الهجوم كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن القوات الروسية صدت عشر هجمات للجيش الأوكراني على محور دوناتسك وتمكنت من القضاء على نحو 300 جندي أوكراني خلال يوم قال حاكماء كورسك وبالجرود في روسيا إن المنطقتين تقد تعرضتا لنيران من أوكرانيا عبر الحدود دون ورود أي أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين هذا ولم يحدد المسؤولين الروسيين طبيعة الهجوم الذي تعرضت له المنطقتين غير أنهما أكد أن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع الهجوم مشيرين إلى وقع بعض الأضرار المادية بالمنطقتين وشهدت المناطق الروسية المتخمة لأوكرانيا على مدى شهور الماضية انفجارات وهجمات بشكل شبه يومي يلقي مسؤولنا روس مسؤولية تلك الهجمات على القوات الأوكرانية وهو ما لم تؤكده السلطات الأوكرانية أو تعلن مسؤوليتها عنه ترجمة نانسي قنقر كشفت وزارة الزراعة الأوكرانية عن أن صادرات الحبوب في الموسم الجديد بلغت 276 ألف طن خلال الموسم الحالي وبلغت الصادرات في الموسم الحالي بالكامل قرابة 49 مليون طن متجاوزة كمية الموسم السابق له والتي بلغت 48.4 مليون طن تم شحن معظم الكمية إلى الخارج من الموانئ المطلة على البحر الأسود بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة في يوليو الماضي لمواجهة أزمة غزاء عالمية تفاقمت بسبب الأزمة في أوكرانيا كان أنتاج الحبوب قد تراجع في أوكرانيا إلى نحو 53 مليون طن في عام 2022 من 86 مليون طن في عام 2021 انخفض معدل تضخم في النمسا بواقع 1% ليصل إلى 8% في شهر يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو سجل هذا التضخم أدنى مستوى له منذ مايو 2022 وفقا لأحدث أرقام رسمية صدرت عن مكتب الإحصاء الاتحادية أرجع مكتب الإحصاء تراجع معدل التضخم في النمسا إلى هبوط أسعار الوقود وزيت التدفئة بشكل كبير مقارنة بشهر يونيو من العام السابق وتراجع أسعار الطاقة المنزلية والمواد الغذائية بشكل طفيف ولكن ما زالت أسعار الطاقة تسهم بشكل كبير في معدل التضخم المرتفع وفقا للإحصاءات الرسمية انتقدت الأرجنتين والبرازيل لموقف الاتحاد الأوروبي من المفاوضات مع تكاتل ميركوسور بشأن اتفاق تجاري بسبب مخاوف بيئية أوروبية تضم دول ميركوسور الأرجنتين والبرازيل وبراجوي وأرغوي تأسس تكاتل عام 1991 ويمثل نحو 62% من سكان أمريكا الجنوبية و67% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة يبدو أن العلاقات الاقتصادية تتأزم بين الاتحاد الأوروبي وتكاتل ميركوسور الذي يضم الأرجنتين والبرازيل والبراجوي والأوروغوي في هذا الإطار انتقدت الأرجنتين والبرازيل أكبر اقتصادين في أمريكا الجنوبية موقف الاتحاد الأوروبي من المفاوضات مع تكاتل ميركوسور بشأن اتفاق تجاري معلق تأخر إبرامه طويلا بسبب مخاوف بيئية أوروبية وكانت دول ميركوسور قد توصلت عام 2019 إلى اتفاق مبدئي لاتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة بعد مفاوضات صعبة استمرت عقدين من الزمان ومنذ ذلك الحين يقترح الاتحاد الأوروبي أن ترفق رسالة جانبية بالاتفاق تتضمن ضمانات بيئية إضافية مما أثار استياء زعماء الدول الأمريكية الجنوبية الذين يشكون أن الحماية التجارية تقف وراء هذه المماطلة في المقابل رد زعماء ميركوسور خلال قيمتهم التي استمرت يومين وعقدت في بويرتو إجوازو بالأرجنتين على الاختراح الأوروبي بأنه غير مقبول الشركاء الاستراتيجيين لا يتفاوضون على أساس عدم الثقة والتهديد بفرض عقوبات لسنا مهتمين بالاتفاقية التي تفرض علينا أن نكون إلى الأبد مصدرين للمواد الخام والمنتجات المعدنية والنفط من جانبه أكد الرئيس الأرجنتيني ألبيرتو فرناندز أن الاتحاد الأوروبي يقدم لتكاتل ميركوسور رؤية جزئية لتنمية المستدامة تركز بشكل مفرط على الجانب البيئي مشيرا إلى أنه لا أحد يستطيع أن يفرض عليهم بأن يكونوا موردين للمواد الخام التي يصنعها الآخرون هم يبيعونها لهم مجددا بأسعار باهظة على الجانب الآخر أقر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مؤخرا بأن المقترحات البيئية لم تلقى قبولا جيدا من قبل دول أمريكا الجنوبية مؤكدا أن أوروبا تنتظر ردا ملموسا في الوقت نفسه تعد البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية لميركوسور حتى نهاية العام الحالي تعد اقتراحا مضادا لتقديمه إلى بروكسيل حين تستضيف قمة الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاربي يومي السابع عشر والثامن عشر من يونيو الجاري ويمثل تكاتر ميركوسور الذي تأسس عام 1991 نحو 62% من سكان أمريكا الجنوبية و67% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة أظهر مسح زيادة النشاط التجاري غير النفطي بالسعودية في يونيو مدعوما بقوة من نشاطي البناء والسياحة ارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 59.6 نقطة في يونيو من 58.5 نقطة في مايو بفارق كبير من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش قفز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 66.1 من 61.7 في مايو مسجرا أسرع وطيرة نمو منذ مارس 2015 أظهر مسح نشرت نتائجه أن نشاط الأعمال في القطاع غير النفطي بالإمارات نمى في يونيو حيث زادت الطلبيات الجديدة بأسرع وطيرة في أربع سنوات ارتفع مؤشر ستاندرد أنبورز جلوبال لمدير المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.9 نقطة في يونيو من 55.5 نقطة في مايو ليظل مرتفعا بفارق كبير فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش قفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 61 نقطة وهي أسرع وطيرة نمو منذ يونيو 2019 مدعوما بزيادة طلب العملاء وهو ما يعود لأسباب منها الأسعار التنفسية والعروض الترويجية أعلنت الداخلية الفرنسية عودة الهدوء تدريجيا في فرنسا بعد أعمال الشغب التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة إثر مقتل شاب برصاص شرطي غرب باريس أوضحت الداخلية الفرنسية توقيف 16 شخصا فقط في عموم البلاد بينهم سبعة في باريس وضواحيها مقارنة ب81 شخصا في اليوم السابق ومنذ بداية أعمال الشغب في 27 من يونيو الماضي تم توقيف 3625 شخصا من بينهم 1124 قاصرا كما تم إضرام النيران في أكثر من 6000 سيارة وتم إحراق وتخريب نحو 1200 مبنى دعا لرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ضغوبة أكثر تشدد فيما يتعلق بامتلاك الأسلحة مندد في خطاب بمناسبة العيد الوطني بموجة عمليات إطلاق نار شهدتها الولايات المتحدة قبل العيد وقال بايدن أنه في الأيام القليلة الماضية عانت الولايات المتحدة مجددا من موجة عمليات إطلاق النار في أنحاء البلاد مضيفا أنه ينبغي القيام بمزيد من الخطوات للتصدي لآفة عنف السلاح الذي يمزق المجتمع الأمريكي مع استمرار حوادث إطلاق النار الجماعية زادت دعوات الأمريكيين في جميع أنحاء البلاد لإصلاح قوانين حيازة الأسلحة وتشديد إجراءات الحصول عليها واستجابة منه لتلك الدعوات حث الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا على وضع ضوابط أكثر تشددا على صعيد الأسلحة منددا في خطاب بمناسبة العيد الوطني بموجة عمليات إطلاق نار شهدتها الولايات المتحدة مؤخرا يحتاج الكونغرس إلى تصعيد الإجراءات وإقرار قوانين سلامة السلاح لحماية أطفالنا ومعلمينا وبالمناسبة فإن تسليح المعلمين ليس هو الحل يجب حضر الأسلحة الهجومية وتوسيع عمليات التحقيق حول دوافع إطلاق النار سواصل دعوة النواب الجمهوريين في الكونغرس للجلوس إلى الطاولة لمناقشة إصلاحات منطقية وذات مغزى يدعمها الشعب الأمريكي وخلال اليومين الماضيين فقط قتل خمسة أشخاص في إطلاق نار في فيلادلفيا وأصيب أربعة آخرون بحسب الشرطة وأدى إطلاق نار آخر ليلا في فورت ويرث بولاية تيكسيس إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين كما أصيب خمسة أشخاص بولاية ميشيغين وأربعة في ولاية كارولينا الشمالية ووقعت حادثة إطلاق نار أخرى في أكرون بولاية أوهايو أدت لإصابة أربعة أشخاص ومنذ بداية هذا العام سجلت 346 حادثة إطلاق نار جماعي على الأقل في الولايات المتحدة وفق منظمة أرشيف العنف المسلح كما قتل أكثر من أربعة وأربعين ألف شخص في عمليات إطلاق نار العام الماضي وقرابة أربعة وعشرين ألفا من هؤلاء قضوا انتحارا قال مبعوث الاتحاد الأوروبي ميروسلاف لايتشاك خلال زيارة لبرشتين عاصمة كاسوفو إن الاتحاد الأوروبي لن يرفع العقوبات السياسية والاقتصادية عن كاسوفو ما لم تخفف الحكومة التوتر مع ذوي الأصول الصربية أضاف لايتشاك أن رغبة الاتحاد الأوروبي هي عدم وجود عقوبات مشيرا إلى أن الغرض من المناقشات مع كاسوفو هو الوصول إلى المرحلة التي يتوقف فيها الصراع في شمال البلاد أكدت وزارة الدفاع الصينية أن بكين تعارض وبشدة مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان مشيرا إلى أنها قدمت اعتراضات شديدة إلى واشنطن وأضافت الوزارة الصينية أن الولايات المتحدة تجهلت مخاوف بكين الأساسية وتدخلت بعنف في الشؤون الداخلية للصين وأجاجت التوتر عمدا في مضيق تايوان كانت وزارة الدفاع الأمريكية قد كشفت الأسبوع الماضي عن أن وزارة الخارجية الأمريكية وفقت على البيع المحتمل لذخيرة ودعم لوجستي لتايوان في صفقتين منفصلتين تصل قيمتهما إلى 440 مليون دولار أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن القوات الكورية الجنوبية والأمريكية ستجري تدريبات مشتركة لمدة أربعة أسابيع في صحراء في كاليفونيا الشهر القادم حيث يسعى الحليفان إلى تعزيز قدراتهما العملياتية المشتركة ذكر الجيش الكوري الجنوبي أنه سينضم حوالي 150 فردا بينهم أفراد من وحدة الهجوم الجوي السابعة التابعة لفايلق المناورة وفرقة مشا ميكانيكية العاصمة إلى تدريبات المقرر إجراؤها في مركز التدريب الوطني الأمريكي في صحراء مهافي بكاليفونيا في الفترة من الثاني حتى الحادي وثلاثين من أغسطس المقبل أعلن الجيش الكوري الجنوبي انتشال حطام قمر صناعي كوري الشمالي للتجسس كان قد سقط في البحر في مايو الماضي بعد عملية إطلاق فاشلة مضحا أنه لا يوجد له استخدام عسكري قمر صناعي للإستطلاع وأشار الجيش الكوري الجنوبي لأنه تم رفع أجزاء أساسية متعددة من الصاروخ والقمر الصناعي من خلال العملية التي بدأت في ألحادي وثلاثين من مايو وانتهت في وقت سابق من اليوم كما أضاف الجيش الكوري أن تحليل الجزء المنتشل يمكن أن يلقي الضوء على التقدم الذي أحرزته كوريا الشمالية في برنامج تطوير الصاروخ بعيد المدى كما قام خبراء من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بتحليل مفصل للحطام وجدوا أن حطام القمر الصناعي بلا فائدة عسكرية أكدت حكومة كوريا الجنوبية أنها تحترم نتيجة مراجعة الوكالة الدولية للطاقة الدرية للسلامة لخطة اليابان لتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما المعطلة كانت وكالة الطاقة الدرية تابعة للأمم المتحدة قد أعلنت أن المراجعة التي أجرتها لمدة عامين خلصت إلى أن خطة اليابان لتصريف المياه من المحطة إلى البحر تتوافق مع معايير السلامة الخاصة بها مشيرة إلى أن المياه المعالجة سيكون لها تأثير إشعاعي ضئيل على كل من الناس والبيئة أعلنت هيئة الرقابة النووية في اليابان عن اكتمال عملية التفتيش التي تقوم بها على نظام تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة فوكوشيما داتشي للطاقة النووية المعطلة إلى المحيط وأعلنت الهيئة اليابانية عن عزمها إصدار شهادة موافقة على خطة تصريف هذه المياه يوم الجمعة المقبل وقد التقى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مع المدير العام للوكالة الدولية رافايال جروسي أمس الثلاثاء في توكيو وحصل على التقرير الذي يلخص نتائج التقييم الشامل للسلامة الذي أعدته الوكالة الدولية في تايلند أعلن رئيس مجلس النواب الجديد أن البرلمان التايلندي سيصوت لتعيين زعيم الحزب التقدمية بيتا لمجارون رات رئيسا للوزراء في 13 يوليو المقبل فاز حزب بيتا التقدمي إلى الأمام بمعظم المقاعد في انتخابات الرابع عشر من مايو الماضي ولكن هذا لا يضمن إمكانية أن يقوم بتشكيل الحكومة أو بقيادة البلاد وحتى يتولى رئاسة الوزراء يتعين على بيتا نيل الغالبية في المجلسين بما في ذلك مجلس الشيوخ الذي اختار المجلس العسكري الحاكم الأخير أعضاءه المئتين وخمسين ويسيطر هذا الاتلاف المكون من ثمانية أحزاب على 312 مقعدا بالمجموع في مجلس النواب ولكنه يحتاج في الوقت ذاته إلى 64 مقعدا من أحد المجلسين لنيل الأغلبية تحتفل سكوتلندا بتوتويق الملك تشارلز وزوجته كاملة بتنظيم مراسم تتضمن موكبا كبيرا وعرضا جويا سيقام خلال المراسم موكم شعبي بمشاركة نحو 100 شخصية تمثل المكونات المختلفة للمشهد السكوتلندي كما سيقام موكب ملكي يضم مئات من العاملين في الخدمة العامة على طول طريق رويل مايل في أدنبرا كان الملك تشارلز وزوجته كاملة قد تويقى في مايو الماضي في كنيسة وستمينستر بلندن بحضور نحو 100 من زعماء العالم في أكبر حدث رسمي تشهد بريطانيا منذ سبعة عقود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تزايد الاعتماد العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي في شتى مجالات الحياة خلال هذا التحليل الذي أصدره المركز بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعية والتحديات التي يواجهها أكد مركز المعلومات أن 35% من المؤسسات العالمية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي فضلا عن تأكيد 83% من الشركات في مختلف المجالات على أن إدراج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجيتها المستقبلية أصبح يمثل أولوية قصوى مشيرا إلى أن الأمر يثير المخاوف بشأن التدعيات المحتملة للاعتماد المفرط على هذه التقنيات لسيما التحديات الأخلاقية الخاصة بالحفاظ على خصوصية الأفراد وقيم الحرية والابتكار وعدم التمييز أكدت الحكومة أن قطاعي الصناعة والتجارة حقق تطورا ملموسا خلال السنوات التسعة الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014 حيث أولت الدولة بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر وأضفت الحكومة أن قطاع التصدير شهد طفرة حيث بلغ إجمالي الصادرات غير البترولية في عام 2014 حوالي 22.2 مليار دولار لترتفع مع نهاية عام 2022 إلى 35.7 مليار دولار محققة نسبة زيادة 60.8% كما نجحت الدولة في تنفيذ برامج مساندة الصادرات بمختلف الأسواق الخارجية حيث تم صرف 56.5 مليار جنيه منذ منتصف 2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لأكثر من 2700 شركة موسيقى 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 شارك رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في فعاليات المؤتمر البحري العربي اليوناني الأول الذي تنظمه الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية باليونان جاءت مشاركة الفريق ربيع كمتحدث رئيسي في فعاليات الجزء الثاني من الجلسة الأولى للمؤتمر حول التعاون الثلاثي بين مصر وليبيا واليونان في جنوب شرق المتوسط شدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس قد أحرزت منذ انطلاق هذه الاستراتيجية الوطنية تقدما ملموسا على صعيد كافة محاورها الرئيسية وتطرق رئيس الهيئة إلى محور تحقيق الاستدامة البيئية الذي سيقود قناة السويس للتحول إلى قناة خضراء في المستقبل حيث تم إطلاق عدة مبادرات صديقة للبيئة التقل فريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس السفير عمر عامر سفير مصر بليونان على هامش مشاركة هيئة قناة السويس في المؤتمر البحري العربي اليوناني الأول والذي تنظمه الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية شهد اللقاء بحث أليات تعزيز سبل التعاون مع الشركات والهيئة اليونانية العاملة في مجال النقل البحري ومناقشة سبل جذب الاستثمارات اليونانية وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المرتبطة بالأنشطة البحرية المختلفة تواصل لمبادرة مئة يوم صحة فعلياتها بمحافظة الجمهورية تحت شعار معاك من أول يوم شهدت مدينة الخيالة إحدى المدن المطورة التي أقامتها الدولة بديلا للمناطق الغير الآمنة بمحافظة القاهرة شهدت قوافلة طبية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للقاتنين بها في إطار حرص الدولة على تقديم جميع سبل الرعاية للمواطنين هناك وضمان استفادتهم من كافة المبادرات الرئاسية التي تستهدف تحسين جودة الحياة المقدمة لهم خلال تفاقزه قوافل المبادرة أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال أن القطاع الصحي في مصر قد شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث سعى إلى الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن وبناء الإنسان المصرية لتحقيق رؤية مصر 2030 وفي إطار حملة مئة يوم صحة أطلقت وزارة الصح حملة تقدر من غيرها وبرامج ترفيهية للمتعافين من إدمان المواد المخدرة وذلك للعام الخامس على التوالي وأوضحت وزارة الصحة أن الساعة السريرية المخصصة لمرضى الإدمان بالمستشفيات زادت بنسبة 15% ضمن خطة وزارة الصحة للعام الحالي مضيفة أنه تم توفير 6 عيادات مسائية مخصصة للمراهقين في كل من القاهرة والمينيا وسهاج وأسوغان والمنوفية بالإضافة إلى 5 عيادات مسائية مخصصة للبالغين في بني سويف والدقاهلية والإسكندرية وأسيوت والمنوفية أعلنت وزارة الصحة عن تقرير مفصل عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية والقوافل الطبية وعيادات تنظيم الأسرة والتطعيمات الروتينية وحملات التوعية التي قدمتها حملة 100 يوم صحة للمواطنين خلال عملها في جميع محافظات الجمهورية وفقا لتقرير الوزارة فإن إجمالية الخدمات التي قدمتها حملة 100 يوم صحة منذ انطلاقها في 25 من يونيو الماضي وحتى أمس بلغت ثلاثة ملايين وستمائة وأربعة وتسعين ألفا وأربعين خدمة وشهد يوم أمس تقديم خدمات بلغت ثلاثمائة وتسعة وتسعين ألفا ومائة واثنتين وخمسين خدمة بينها عشرة ألاف وستمائة وثلاث وثمانون خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة في أول زيارة فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 30 ألفا وسبعمائة وخمسا وخمسين زيارة حقق مصطفى عمر لعب منتخب مصر لألعاب القوى الميدالية الذهبية لمنافسات دفع الجلة بدورة الألعاب العربية المقامة حاليا بالجزائر نجح مصطفى عمر في تحقيق الميدالية الذهبية لدورة الألعاب العربية بعد تحقيق مسافة 20.52 مترا في المنافسات التي أقيمت بمدينة وهران بالجزائر كما حققت إسراء عويس لعبات منتخب مصر لألعاب القوى الميدالية الذهبية لمنافسات الوثب الطويل بعد تحقيق مسافة 6.54 متر في المنافسات تأهل المنتخب الوطني الأولمبي إلى نهاء بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما بفوزه على نظيره الغينية بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على السادة تانجا بالمملكة المغربية ليواجه نظيره المغربي في نهاء البطولة بتأهوله إلى النهاء يكون المنتخب الأولمبي قد تأهل كذلك وبشكل مباشر إلى أولمبياد باريس عام 2024 بعد مباراة قوية مثيرة حسم المنتخب الوطني الأولمبي أولى بطاقة القارة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد باريس 2024 بعد التأهل إلى نهاء أمم أفريقيا تحت 23 عاما بالمغرب بالفوز على غينيا بهدف النظيف سجله اللعب محمد شحاتة في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء وشغد أشوط الثاني شرسة هجومية من المنتخب الغيني قُبلت بمسالة دفاعية من المنتخب الوطني الذي سجل هدفا ثانيا في الدقيقة الحادية والسبين عن طريق حسام عبد المجيد قبل إلغائه بدع التسلل لكن المنتخب الوطني حافظ على تقدمه حتى النهاية ليتأهل لنهاء بطولة إفريقيا تحت 23 عاما والتي توجه بلقب النصة الأخيرة منها عام 2019 في مصر إيجابيات متعددة حصدها المنتخب الأولمبي من البطولة حتى الأولمبي الآن من بينها صلابته الدفاعية وحفاظه على نظافة شباكه للمباراة الرسمية أثامن على التوالي تحت قيادة مدربه ريجيرو ميكالي فيما تنتظر جماهير القرة المصرية من المنتخب الأولمبي تطور آدائه الهجومي من أجل الفوز بالبطولة الإفريقية للمرة الثانية على التوالي وبتأهله إلى باريس 2024 حسم منتخب مصر تواجده في الأولمبيات للمرة الثالثة عشرة في تاريخه والثانية على التوالي وذلك لأول مرة منذ المشاركة في نسختي عام 1960 و1964 وختم نشراتنا تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء رئيس الوزراء يؤكد العمل على مضاعفة استثمارات القطع الخاص الفترة المقبلة ويشهد التوقيع على اتفاقية مع نرويج لإقامة محطة طاقة رياح بسوهاج قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من مخيم جنين وتعلن انتهاء عملياتها بالمخيم والاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة حماية المدنيين في جميع الظروف اتهمات متبادلة بين موسكو وكياف بالتقطيط العامة لنستفززين وشيك في محطة زابوريجيا للتاقة النووية شاهدين الكرام وصلنا مع حضرتكم لنهاية نشرة الثالثة من التلفزيون المصري تحية لكم وإلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة